موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله والأخوان وبإياكم اليوم إن شاء الله بإذن الله نحا نستكمل سسلة دروس كومتيا إيبلس رتفايت بروفشنل تمانمية ميتون وعشرين تمانمية واحد ميتون وعشرين تمانمية واثنين نبدأ على بركة الله نحن أمس ونحن نتكلم انتهينا من موضوع المادر بورد يعني بالفيديو الأولاني وانتهينا من موضوع اللي عبارة عن شقوق التوسع واليوم إن شاء الله نحن بنتكلم على الميموري وبنتكلم على سي بيو تمام يعني بنتكلم على رام وروم وبنتكلم على سي بيو وفيرموير إن شاء الله بإذن الله نبدأ على بركة الله وميموري تيبس عندك مجموعة من الشركات أو مجموعة من البراند اللي بتصدر ذاكرة عندك الكينغ ستون كينغ ماكس دون أفضل تقريبا يعني أفضل شركتين المادر بورد أو عفواً الرام تتكون من قطعة واحدة ونحن متفقين أن الكمبيوتر عبارة عن متوالية هندسية وليس بمتوالية عددية أقل قطعة من الرام هي عبارة عن 2 ميجا بايت وأكبر قطعة رام هي عبارة عن 8 جيجا بايت واللي بتساوي عبارة عن 8 ألف ميجا بايت تمام؟ طيب والرام تيجي بالشكل الثالي تيجي عبارة عن متوالية هندسية هل عمرك شفت رام ككتلة واحدة من ثلاثة جيجا؟ هل عمرك شفت رام كتلة واحدة من خمسة جيجا؟ أو سبعة جيجا؟ من فعش؟ طيب السؤال يطرح نفسه أنا لو محتاج ثلاثة جيجا من أصل رام ايش بعمل؟ بقول لك بتشل قطعة واحدة 2 جيجا رام وقطعة واحدة 1 جيجا رام ده الحل تمام؟ طيب شباب كميموري تيبس عندك هنا الساكرونيزيشن ويقصد فيب عبارة عن الوقت المزامنة أو التزامن وعندك هنا الفولتيتي اللي هو عبارة عن وقت التطاير وهنا عبارة عن السبيد كلام جميل الساكرونيزيشن أو مقصود بالمزامنة أو التزامن هو عبارة عن الوقت التي بتحصل فيها الرام على إنعاش نحن عارفين أنه فيه رامات تحتاج إلى عملية إنعاش أو ما تسمى بالرفريش ريت كل فيه ميلي سيكند كل ميلي سيكند كل تواني كل أجزاء من الثانية حقيقة والمقصود هنا بعملية إنعاش هي عملية التزويد أو الحصول على طاقة على باور على الكهرباء لأنه نحن عارفين الرام أنه بتخسر بياناته أثناء انقطاع التيار الكهربائي فإذا ما حصلتش الرام على عملية إنعاش فمن الطبيعي جدا أنه بتفقد بيانات وهذا ما يسمى بالسكرونيزيشن أجين كتعريف السكرونيزيشن هو الوقت التي بتحصل فيها الرام على عملية إنعاش أو ما يسمى بالرفريش ريت فولتيتي وهو رقم 2 اللي هو عبارة عن وقت التطاير والمقصود هنا حقيقة بوقت التطاير هو وقت فقدان البيانات أو وقت فقدان المعلومات بمعنى إنه الرام لو محصلتش على إنعاش أو على الكهرباء أو طاقة أو كمصطلح علمي سكرونيزيشن فبيحصل الفولتيتي يعني إنه بتفقد بياناته تمام؟ إذن بيحصل الفولتيتي إذا حصل إذا ما حصلش الأمر الأولي إذا ما حصلتش عملية السكرونيزيشن في دي الحالة الفولتيتي بيكون موجود ولكن إذا حصلت السكرونيزيشن الفولتيتي بيكون إيش؟ مش موجود تمام؟ وخلي بالك إنه السكرونيزيشن ده هو الوقت اللي بتنتقل فيها الداتا سبيد معروف وعادة يقدر بالميجا أو بالجيجا هيرتز وهو عبارة عن السرعة وهنا بيقولك على شيء أنت أعرف كيف تصرف فلوسك أثناء اختيار القطع أنت لما بتروح تشتري رام نحن عارفين الإنسان بطبيعته طماع يعني ربنا خلق الإنسان طماع مش بعش فلما بتنزل على السوق بتشتري رام إذن إيش مقومات الرام اللي أنا بشتريها؟ شوفي يا سيدي كم مقومات الرام؟ أنت بتركز على السيز وخلي بالك لما بتركز على الحجم ما ينفعش تشتري رام 8 جيجا وعندك النظام متستب أو منصب 30 بيت لأنه من بيشوفش غير 4 جيجا فتنتمهي الأمور دين والشي الثاني عبارة عن الاسبيد وهو أمر مهم؟ مثال أنا بأعطي لك مثال هنا إذا كانت سرعة المعالج على سبيل مثال 1000 ميجا هيرتز مثلا وإذا كانت الرام بتشتغل بسرعة 1300 ميجا هيرتز فأيا هما بيشتغل؟ أنت عندك سرعة الرام أكبر من سرعة المعالج فبتكون الثلاثة المية اللي زايد الرام على سرعة المعالج هباء منتورة يعني الرام بتشتغل بالسرعة اللي هي كومباتيبل أو اللي هي متوافقة مع المعالج واللي هي عبارة عن 1000 ميجا هيرتز فقط تمام؟ فما تدفعش فلوس ونتبش منستفيد من شيء نقل لي بعده عندك الميموري باكجينج وهنا يقصد بالباكجينج اللي هي عبارة عن عوامل التحزيم أو عوامل للتصنيع معاناة الكلام ده أنه جميع الشركات متفقة أنه لما بتصنع رام تصنعه بأحد الأشكال الثلاثة التالية أو الأربعة التالية شوفت الفكرة كيف؟ أول نوع ما يسمى بالدي آي بي وهو إختصار لكلمة دول اللاين بين يعني صفين من الأسنان وده النوع من الرامات كان متواقد زمان إضافة إلى النوع ده من الرامات متواقد مع أجهزة الموبايل والسمارتفون النوع الثالي سيم وهو عبارة عن سنجل اللاين ميموري مديون فنتكلم عليه والنوع الثالث عبارة عن ديم يعني دول اللاين ميموري مديون وبعدين بدأت سلسلة دي دي ار وان دي دي ار تو دي دي ار تري ووقفنا لهنا كاسيم اختصار لكلمة سنجل اللاين ميموري مديون إحنا لو رسمنا الرام إني أش يتكون لو حاولنا نحلل الرام الرام دي تتكونلي من بوردة وهي عبارة عن القطعة المستطيلة اللي يكون لوني عادة بالبنية أو الزيتوني دي مش رام دي بوردة دي لوحة تنقل داتا شغلي بس لكن الرام هي عبارة عن القطع الشيبست السوداء اللي تكون ملحمة فوق البوردة دي هادي عبارة عن الرام شوفت يا سيدي اللي كده إذن دي الرام دي الرامات إذن كم عندي رامات أنا هنا؟ عندي تمان رامات تمام؟ كده يقصد بالسين سينجل إنلاين يموري مديول إنه في رامات لو لفت عليها من الجهة الأولى فهي بتحتوي على التشبسيت دين ولو لفتها بيه من الخلف فما فيش أي تشبسيت وهذا وما هو مقصود بالسينجل إنلاين مموري مديول الكديم كل دول إنلاين مموري مديول هي الرام اللي تحتوي على تشبسيت من الجهتين من الامام ومن الخلف تمام؟ ايوه دي صورة توضيحية بتوضح لنا الشكل السيم اللي تحتوي على ذي القهة دي الرامات شفت؟ دي كلها رامات دي الرامات فقط لكن دي مش رامات عندك دم وصل هنا ودي عبارة عن بوردة بس لو اقات لفيت وشفت ان الخلف فهي بتكون صافية ما عندهاش اي حاجة كديم فهي تحتوي على القيهتين على قطع رام شفت الفكرة كيف؟ كده اول نوع نحن عارفين انه الرام اختصى لكلمة random access memory نوع من انواع الاتاك او الهجوم او القرصنة على الرامات نحن عارفين انه كلمات السر عادة بتخزن في الرام فعندهم محالي الخاصة تسوي بعمليات فريزنج يعني مسوي عمليات ايش تقميد للرام فبيقمد بالرام وبنشفها وبرح بحطها في جهاز تاني فبتنتقل جميع كلمات المرور الى الجهاز ده شفت الفكرة كيف؟ ده نوع من انواع الاتاك ممكن تبحث تكتب رام اتاك على الجوجل وبيعطيك معلومات يعني مور انفو ده النوع الديا اي بي عندك فدول اللايينبين المقصود فيه انه يحتوي على صفين من الاسنان ده الصف الاول وده الصف التاني وهذا النوع من الرامات عدتا متواجد في اجهزة الموبايل والسمارتفون واجهزة التابلت النوع التاني ما يسمى بالسنجل اللايين ميموري موديول وهو عبارة عن ثلاثين سن واثنين وسبعين سن تمام؟ بس كلاهما بينقل بيانات ثلاثين بيت يعني مفيش مش سبورتد على اربعة وستين بيت ده النوع من الرامات عندك الديم اثنين وثلاثين بن وبينقل ثلاثين بيت ومية وثمانية وستين بن وبينقل لي اربعة وستين بيت تمام؟ نجي للميموري تايبس وهنا نحنا بنتكلم على انواع الدواكة انتهينا من موضوع البكجينج اسرام وهبارة عن الستاتيك رام وكانت زمن او سابقا تستخدم ككاش ميموري دي رام اختصال لكلمة دايناميك رام وعندك في رام فيديو رام واس دي رام واس دي رام دي دي ار وان دي دي ار تو ودي دي ار تري طيب ستاتيك رام دا زمان كان بيستخدم ككاش ميموري اش هو الكاش؟ وهو السؤال اللي بيطرح نفسه الكاش هو يحتوي على البيانات الاكتر استخدام ما بين المعالج والرام دا شغل الكاش متال زي ايش؟ زي الكت الكوبي البيست تمام؟ انت لو فتحت اول مرة تفتح فيها الكمبيوتر اشتغل شغلت على سبيل المثال برنامج الورد بيكون شغله بطيء عشان يعمل ستارت اوب بس في مرة تانية لما تفتحه بيكون سريع جدا ليش؟ لانه تكيش تم استدعاوه من الكاش شفت الفكرة كيف؟ معانات الكلام دا انه موقعه ما بين سي بيو دا سي بيو دي رام فالكاش موقعه هنا وهي ما تحتوي على البيانات الاكتر استخدام ما بين المعالج وما بين الرام تمام؟ فعشان كده تكون بيانات تنتقل بشكل اسرع دي رام دا النوع النوع اللي هو عباره عن الديناميك رام وهذا النوع اللي يحتاج لعملية انعاش او رفرش ريت كل فيو مليسيكند في رام يعني عباره عن الفيديو رام وهذا النوع يستخدم مع الجرافيك وبالاخص بالاخص 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 كروت الشاشة اس دي رام معك 168 بن سيم ديم دي دي ار وان دي دي ار تو و دي دي ار تلي كا دي دي ار وان اللي هو اختصى اللي كلمة دا تا ريت يعني بينقل البيانات بشكل مضاعف من القهتين فبيحتوي على 184 دبوس coding are two و D D R three فى هو بينقل الى مائتين او يحتوي على 240 دبوس سؤل الى طرح نفسه انا كيف مليز ما بين الدي دي ار وان و دي دي ار تو بتقول الدي دي ار وان بتحتوي على مية و 84 دبوس بس 22 بتحتوي على مائتين و 250 دبوس بقولك صواح بس انا لو قمت لك رام 2011 او الان واحدة دي دي ار وان دي دي ار توكي ط 넣고علي مين بي بياباناتهم يعني معاناة الكلام دك انك بتعست بتعست عبداني البن صح يعني مش منطق مش منطق فانت بتميزها عن طريق الكيد او الفتحات عندك دي رام دي دي ارتو ميتا وربعين دبوس دي دي اروان مية واربعة وثمانين دبوس فبتشوف هنا في دي دي اروان في عندك سنة ناقصة في القزء ده شفت في دا المكان شفت مو اشتر فين يعني هنا ها عشان نرسوم لك بس دي بان واضح في سنة مفقودة بس بالدي دي ارتو كله مكتمل تمام طب نشوف الفرق بين دي دي ارتو و دي دي ارتري ما كلاهما يحتوي على مئتي واربعين سنة او دبوس او بين بس لكن الدي دي ارتو الفتحة حقية ناحية اليمين والدي دي ارتري فتحة حقية ناحية اليسار ده الفرق بينهم طب لاش تعرف ميعملوش الكيه دي في الوسط او علامة التعليم دي في الوسط لسبب واحد لان لو كانت الفتحة دي في الوسط فمعانة الرام ان تقبل لعملية تتركيب الخاطئ يعني ممكن تركبه بالجهتين اما كده او كده يعني ممكن تلتف فهم يطرحونه بطرف حتى تركب في جهة واحدة ما تركبش في جهة تانية وزي ما قلت لها خلي في بالك قاعدة انت لما بتشغل ترابل شوتينج فما فيش حاجة في الكمبيوتر تركب غلط دينك نقطة والنقطة التانية خليه خشن وخليك رقيق يعني لما بتركب شيء خليك شوية بس ما تزرش اكتر اذا ما ركبتش لانك انت غلطان ولازم توقف دا القصد ميموري سيليكشن تيب عندك هنا عشان تشتري ذاكرة او ميموري لازم تنتبه للسايز بده اتفقنا عليه ولازم تنتبه للسبيل واهم شيء اللي هو عبارة عن السيستم بورد كمفاقريشن ايوه والمقصود هنا بالسيستم بورد كمفاقريشن انه روع الرام عندك هالهي سيم او هالهي دين وهالهي دي دي ار وان او دي دي ار تو تمام كده يعني عملية اضافة الرام للسيستم انت لما بتركب الرام في السيستم لما بتنزع الرام وبتركب الرام انت تلعب بطرفين يعني سبعين من يداتك هنا وسبعين من يداتك هنا ما تلعبش في كل اليد تمام عندك اللوك هنا ذا الابيض فالرام هي مصمامة بالشكل الثالي بتجيب الشكل ده بس نرسم فعبارة عن اللوك ده اللي في اللون الابيض او ممكن تسميه لاتشيز ده بيرتد لحاله ده انت ما بترقعوش البعض بروح بيتراجع بيرقعو بسويوله عملية عنف فدي الرام انت الرام لما بتركبه هي بتسوي عملية كبس للزوائد دون يعني انت بتضغط من هنا دون صباعك تمام فاللوك ده ما هو بيرتد تلقائيا وبيطبق في الرام ما فيش انت ما نولي تاخده وترقعو شفت كيف دي مسألة تركيب الرام طبعا حتى لكن قد اقفلت منفذ الرام يسمى بالبنك اسم منفذ الرام اسمه بنك مش سلوت او سوكت لا تمام في بعض المرايع تسميه كمان سلوت او سوكت يعني عندك الروم وهو كما هو واضح من اسمه احباره عن الريد اولي ميموري يعني داكرة للقراءة فقط بس في انواع من الروم تقبل عملية القراءة والكتابة اما بالاشياء تحت البنفسجية او على حسب محدود من المرات بواسط برامج او تقبل واصل مثال الفلاش ديسك هو احد نوع من انواع الروم السؤال يدراح نفسه ما هو انا اكتبه في الفلاش ديسك واقرأ الف مليون مرة ليش دا نوع من الرومات منشوفها ايها منشوفها بعدين البايوس دا نوع من نوع الروم لانه انت تقدر تعمل عملية تحديث او اوبجريد او ترقيه للروم شفت القصة كيف نقلب عندك الروم اول نوع ما يسمى بالبروغرامي بالروم يعني الروم القابلة لعملية البرمجة ولكن على حسب او على حسب محدودية او على حسب الشركة المصنعة وبدأ ما يسمى بالفروم فاكترز يعني مرة واحدة فقط قد تكون قد تكون مرتين قد تكون ثلاثة مش مقياس او معيار على حسب ما يتم تصنيع الروم بروغرامي بالروم يعني روم قابل لعملية القراءة تمام النوع التاني ما يسمى بالإي بي روم ريليس بالروم بروغرامي بالروم دا النوع قابل لعملية الكتابة بالاشعة تحت البالنفسيقية ونفس الكلام بيعتمد على ضبط المصنع يعني على عدد محدودية المصنع الشركة المصنعة له ممكن خمسة وست مرات إلخ أيوة شفت هنا إلكترونيكال الريليس بالبرغرام روم وهذا ضرب لك منه مثال فلاش روم زيز الفلاش ديسك تمام دا النوع من الرومات تحصل له عملية مسح للداتا عن طريق بسليد فولتية عالية من الكهرباء فهو بيسوي عملية فقدان للداتا تمام؟ عشان تمسح داتا فيه لازم تسلط عليه فولتية عالية شفت الفكرة كيف؟ فهو يشتغل في المبدأ دا فرموير إيش هو الفرموير؟ الفرموير هو عبارة عن أي نظام تشغيل موجود أو محمل أو منصب أو مستب في داخل رقاقة أو تشيبسة مثال عليها هنا عندك الفلاش روم وهنا مقصود بالفلاش روم اللي هو عبارة عن البايوس مش البايوس عبارة عن تشيبسة والتشيبسة دي قاي معاها نظام تشغيل بدنونه من أنواع الروم وبما أنه نازل على التشيبسة دي فرموير فهي روم ولكن محمل عليها نظام كمان هل عمرك شفت ساعة أنالوج ترين انت قادر تضبط الساعة الأنالوج اللي عليها عقرب يمشي ولوف يدور عشان ترين لا ما ينفعش ليش؟ لأنه ما عندهاش بوردة فيه بتشتغل عمل ديناميكي تمام؟ بس الساعة الديجيتال لو ضبطتها ترين ولا ما ترينش؟ طبيعي ترين ليش؟ لأنه موتواقد فيبا نظام تشغيل محمل في داخل تشيبسة وهو النظام اللي بيصبي يحسب لك التايمرز الوقت والساعات والأيام والتاريخ وبيعمل سيف وتذكار شفت الفكرة؟ كمان الكوبير انت لما تروح نصاحب المكتبة وتقول له اعمل لي عدد نسخ مثلا توكوبيز أو مش عارف كم فهو يعمل لك كوبي بس انت تشوفه يلعب في الشاشة عنده يحط لك أرقام ومش عارف ايش ويعني يعمل شغلات فهو بيتعامل مع نظام والنظام ده فن مستب مش على كمبيوتر لا ده مستب على تشيبسة أو على روم والروم دي ملحمة على المادر بورد على البوردة يعني تمام؟ سيبيو طيب كنترول بروسسينج يونت بعض المراقبة بتسميه بالكنترول بعض المراقبة تسميه بالسنترول فكل الكلمتين نفس بعض ما فهو عبارة عن عقل الكمبيوتر ويؤدي من مهامه أو 90% من المهام اللي بيعملها هي عبارة عن عمليات رياضية عندك ثلاث شركات بارزة في عملية صناعة المعالقات عندك شركة انتل وانشقت مني شركة AMD وعندك شركة سيركس عندك ثلاث شركة بش شركة سيركس مش سيتركس في سيتركس بتعمل نتوركينج سلوشنز وفي سيركس سيركت سيركس خلينا أقول لك لم يكتب لها النقاح ما نقحتش والآن الصراع محصور على شركتين وانتل وامدي يعني أكبر مدينتين بالعالم ومعبارة عن نيويورك وتوكيو فلو قل لك فتحت المعالق ده فبيطلع أكبر من مدينة نيويورك ولما نقول نيويورك عبارة عن أكبر مدينة تمام بنشوف ليش وصناعة تقنية المعالقات نتيجة لتعقيده في محصورة على شركتين هي انتل وامدي وكل الشركتين أمريكية تمام عندك الثلاثة الشركات على سبيل مثال انتل دي المعالقات القديمة 86 و 88 تمام إضافة تانية عندك معالقات بونتيوم بونتيوم ام اكس بونتيوم برو بونتيوم تو بونتيوم فور وسيلرون زيون زيون ده مقدم للسيرفرات الدول كور عندك ام دي كفايف كي سيكس دوريون اتلون اوبترون كمان الاخ عندك معالقات اللي هو عبارة عن السيركس اللي هو ميديا جي اكس إضافة إلى ام تو بروسوسر تمام ولكن الشركة لم يكتب لها النقاح انت عشان تشوف البروسوسر حقك اللي عندك في الكمبيوتر اش نوعه انت لازم تطبق الخطوات التالية تروع على قهاز الكمبيوتر وبعدين بروبرتيز بعدين سيستم بروبرتيز عشان يطلع الشكل ده جلوبل تمام فهنا ده بويندوز اكس بي تمام فهنا انت تقدر تشوف اصدار النظام التشغيل لانه مقسوم الى ثلاثة قهاز اللي هو عبارة عن السيستم وهنا مكتوب برقستر 2 يعني مسجل تبعش من شخص والسيري النمبر والسمارت بوينت وهنا بتلاقي الكمبيوتر وهذا نوع المعالج انت البونت يوم ار دول اصدار فعندك تي 2310 ده الاصدار لكن السرعة 1.46 جيجا هيرتز وهنا عبارة عن الرام دي عبارة عن يعني السوكت والسلوت والبروزيسر عندك مثلا سوكت 4 سوكت 5 ودي الاشياء تأخذ بالخبرة عندك سلوت AAMD مثلا 370 اللي هو عبارة عن بونتيوم 3 400 وفوق اللي هو عبارة عن البونتيوم 4 دي اشياء تأخذ بالخبرة يعني 700 وشوية هدا عبارة عن الالجي اي سوكت يعني سوكت تي كمان تمام دي تأخذ بالخبرة مش متداولة كتيرا كمان في منهج الامتحان دي انت تلف عليها تشوفها تمر عليها يعني فعندك هنا القدوة التاني يبين مجموعة من البروزيسر اللي بتصنعها شركة انتل أو AAMD تمام عندك هنا السيلرون فهو مقدم للبيزيك كمبيوتر عشان الإيميل والهوم كمبيوتر يعني استخدام خفيف عندك سيلرون M اللي هو عشان M يعني موبايل فم مخصص عشان كده مقدم لللابتوب والنوتبوك وهنا دي فنفس الكلام فخلي بالك زمان كانت انتل بتصنع معالقات خاصة لللابتوب ومعالقات خاصة بالبي سي لكن حاليا الوضع تغير فهو نفس المعالق اللي بيصنع لللابتوب هو نفسه نفسه في البي سي ما فيش فروقات بيناتهم تمام بونتيوم فور لكن عامل لنا طفرة في أيامه عجانة ديجيتالي ده بتلاحظه الإيميلج بروسسينج والأوفيس والدييمينج والمالتيميديا وشغلات زي كده بونتيوم M هاي بورفورمنس لابتوب كمبيوتر تمام إضافة إلى بونتيوم D إضافة إلى دول كور D وكان يقصد فيبو عبارة الدول وبعدين أصبح دول كور سولو كور تدو تمام هذا هو عندك أنت بستقرر وصف هنا هاي بورفورمنس للدسكتوب والموبايل كمبيوتر ده بتلاحظ زيون هذا مقصم للبزنس أبليكيشن اللي هو عبارة عن أبليكيشن سيرفر إيميل سيرفر حقا زي إيميل سيرفزز إنترنت سيرفزز أو سيرفرز سيمبيون أفردي كمبيوتر الكمبيوتر العادي أتلون 64 أتلون 64 في 2 اللي هو عبارة عن الدول كور من شركة انتل عندك كمان التوريون والأتلون جميعات معالجات وعادة سرعة المعالج تقدر بالميجا أو بالجيجا هرتز تمام؟ وهنا عندك مجموعة من الإكزامبلز أو مجموعة من الأمثلة المقدمة لسرعتش المعالج بروسيسر فورم فاكترز عوامل تصنيع المعالج أول شيء فعندك الدي آي بي يعني دول اللاين بين أو باكيج فهو تم تعليبه بالشكل ده عندك البي جي اي اللي هو اختصى اللي كلمية بين جريد اري يعني عبارة عن مصفوفة من الأسنان والأسنان دي في متواقدة على ظهر المعالج سيك اللي هو عبارة عن سنجل إيج كونتاكت كارد أو كاتررج فهو دل بالنوع من المعالجات أقى مع بونتيوم تو والجيل الأول من بونتيوم تري عندك الالجي اي اختل كلمة لين جريد اري او ما يسمى بالسوكت تي تمام؟ فهذا عبارة عن الأسنان دي ملحمة عن المادر بورد نفسها وهنا عبارة عن مقرد موصلات فقط لا اكثر ولا اقل دي عبارة عن مادر بروسيسور ايش الفيتشورس اللي قابف بالمادر بروسيسور عندك الهايبر تريدينج اضافة الى الملتي كور والتروت لينك والم ام اكس احنا بنتعرف كل واحدة فيهم ايش بتشتغل و ايش تعمل هايبر تريدينج دي التقنية اللي سمحت لك انك تعمل وتصنع فير جوال بروسيسور في داخل البروسيسور العادي وحقيقة موضوع فير جوال بروسيسور كان قايي مع البونتيوم فور ما كانش اسمه دول كور او كور تدو او اي تري او اي فايف او اي سيفن او اله كانوا كاتبين عليه اتش تي يعني هايبر تريدينج بس شرط انه الاوبرتينج سيستم يكون سببورت على الاس ام بي سيمترك ملتي بروسيسور تمام كده نشوف كيف تشتغل الهايبر تريدينج عندك لما كان سنجل سي بيو زمان اذا بتلاحظ هنا عندك العملية واحد والعملية اثنين هنا ووضع الخمول اللي موجود فيه سي بيو العملية واحد انه كان بيسوي عمليات معالقة وبيدخل في وضعية خمول وبيبدأ يعالق وبيدخل في خمول وبيعالق وبيدخل في خمول ففي خمول كتير كان للمعالق فعشان يسرعوا الكلام ده فراحوا يقابوا لك اثنين بروسيسور حقيقيين وحطوهم على المادر بورد لما يكون الاول يدخل في وضعية اخمال او خمول الثاني يشتغل لما بيخمال الثاني الثالث بيشتغل فكده قللوا من وضع الخمول فقط الهايبر تريدينج يروحوا عملوا وان فيسيكال بروسيسور وداخلته تو فيرجوال بروسيسور خلي بالك العالم كله حاليا بيتكلم بالافتراضي والشغل كله على الافتراضي تمام فالفرجواليزيشن تكنولوجي دي مسببات طورة غير طبيعية في العالم هي والكلاودس كمبيوتيج فراحوا جمعوا اتنين معالجات فيرجوال في كونتينر واحد او في حاوية واحد او فيسيكال كمبيو سيرب او فيسيكال سيبيو حتى تسوي عمليات او معالجات او عمل تو فيسيكال بروسيسور ففيدي الحالة قلله من عمليات الخمول باقل تكلفة تمام ملتي كور اللي هو عبارة عن اكتر من نواد في معالج واحد دو الكور يحتوي على اتنين كور اما الكواد يحتوي على اربعة كور تروتلينج هدا النوع من التقنية نوع دكي جدا دي عبارة عن ميزة فهو بياخد او بيسوي لك عملية استهلاك خفيف او بطيء للطاقة زمان انت كانت لما تفصل الكهرباء على اللابتوب مثلا متشغل موفي او ميوزيك فكان بيقول لك البطارية شغالها ساعتين ستطفل ميوزيك يقول لك شغالها ساعتين يعني تشغل ما تشغلش ونفسه نفسه تروتلينج لا حاليا الان بكل الاجهيزة اللي بتدعم دولا قور واللي سوبورت على النواد الفيتشر جاية مع المعالقات القديدة زي الاي تري والاي فاي في الاي سيفن من اا من الدولا القور والكورت دو والاي تري والاي فاي والاي سيفن الفرتس والسكند والترد جين مشحد فهم سوبورت على التروتلينج فعشان كذا زمان كانوا بيصنعون معالقات لللابتوب ومعالقات لديسك توب لكن حاليا لا كله نفس ب universities فالآي تري اللي في اللابتوب هو نفس الاي تري اللي في الدسك توب مفيش فرغ فالتروتلينك انت على سبيل مثل لو عملت ميوزك فبيقول لك شغال ساعتين ولو طفيت الميوزك بيقول لك اربع ساعات فعنده نوع من الدكاء فبيعرف متى بياخد المعارك طاقة اكتر وبيستهلك اكتر ومتى بيستهلك اقل وعلى ضو ده بيقيم لك كم ام اكس ده عبارة عن مايكرو بروجرام او مايكرو كود عبارة عن شفرة برمجية او مايكرو بروجرام تم وضعه في داخل المعالقات نفسه لانه نحن متفقين انه كل كرت شاشة يحتوي على جي بيو يعني جرافيك بروجيسر يونيت وحدة معالقة خاصة بالجرافيك تمام فهو عشان ما يشغلش المعالق نفسه فالمعالق بيعرف انه الداتا دي من فين قاية هل هي قاية من كرت شاشة وتبع من وكيف بيتم عمليات تحويله عن طريق الام ام اكس نيو انتل سي بيو شيب تايبز عندك هنا الانتل دول كور تمام فالنانو تكنولوجي هي اللي سمحت لهم انه يسوي اثنين بروسيسر وثلاثة واربعة بروسيسر وحتى الثمانية بروسيسر في نواة واحدة ليه الزمان ما كانوش قادرين لا كانوا قادرين زمان بس ما كانتش تقنية الناو تكنولوجي متوصلة للعلم او بالشكل ده اللي يسمح لهم يسوي عملية الدمج فحاليا تقنية الناو سمحت لهم يسوي عملية الدمج تمام وهذا تفسير نحن لما قمنا اينا المعالج لو فتحناه اكبر من مدينة نيورك فشوف عندك معالج دول كور فيحتوي على 291 مليون ترانسيستر وشوف كم فولتية بيحتاج 3.3 قليل جدا شفت الفكرة كيف طبعا من ضمن مقاومات شراء المعالج انه انت لازم تنتبه على الكاش يعني فتشوف كم بيكيش المعالج عندك في معالجات خاصة ما تسمى بالإكسترين إصدارات الإكسترين فهي مصممة عشان الناس اللي بيشتغلوا جيمينج وغرافيكس ووتوكاد ومعمار وشغلات زي كده عندك هنا انتل شبيو تايب عندك الأتوم فهو مصمم للنوتبوك مصمم لمعالجات أربع أربع كماكسيمم وبعد كده بيبدأ يعالج بس بشكل بطيء كورتو دو أكستريم عشان الجيم والغرافيك كورتو عشان كورتو دو لقبارة عشان اللابتوب المنتيميديا لقبارة عشان اللابتوب والدسكتوب ومن هنا بدأوا يصنعوا معالجات واحدة للابتوب والدسكتوب كواد اللي هو يحتوي على أربع أكور وهذا النوع اللي هو كورتو كواد كان واقع مع الكورتو دو السفن سيكنت جنريشن أو بتستخدم المادر بورد يعني بتبدأ تقرأ في الدليل وتشوف في الدليل الخاص في لوحة المادر بورد اللي قاية معك كتب يبدأ عندك مش موجود فممكن تاخد موديل المادر بورد وتطلع على جوجل وتبحث فيه وتشوفي ايش من المعالقات تحتاج بعض الكمبيجراتيشن قد تحتاج تعملي عشان المعالق له عبارة عن البولتير سيتينج وهذه بتتم عن طريق الضبط الجامبر ايش الجامبر ان شاء الله لنقلس عليه ونتكلم فيه سيبيو انستوليشنز باور ركوربمنت معروف انه سيبيو بيكون موصل بالكهرباء وبيطلع عليه هاتسينك والمروحة دي بتطلع على كهرباء كمان تستعد لعمليات الريموف وعمليات الانستول بتسوي على هاتسينك انتفان نحن الآن نحب انتكلم في القانب النظري ان شاء الله بيكون في قانب عملي بنشوف مباشرة كيف بنسوي عملية فك لابتوب وعملية فك ديسكتوب الكاش ميموري فقنا هي عبارة انه من انواع الرام وكان سمان اسمه الاسرام يعني استاتيك رام وهي تحتوي على بيانات الاكتر استخدام ما بين المعالج والداكرة والكاش ميموري منيه ثلاث ليبلس انت ممكن تقول اللي ون او اللي تو او اللي تري او ليبل ون وليبل تو وليبل تري او كاش ون كاش تو وكاش تري بالنسبة للكاش ون هي عبارة عن بلتين في داخل السي بيو يعني لما صنعوا الكاش ون فكانت مدمجة في داخل المعالج لكن ال تو من انترنل ومن انكسترنل قد تكون داخل المعالج وقد تكون انبورد لكن الكاش تري دي موجودة اون بورد ودي مخصصة فقط بالسيرفرات وبعض انظمة البي سي دي الصورة هنا بتوضح لك شكل ال الون فده هي بتلاحظ طالعا من المعالج نفسه وهنا عبارة عن ال ال 2 تمام ودي عبارة عن الرام فده بتلاحظ موقع الكاش فين عشان تحتوي على البيانات الاكتر استخدام ما بين المعالج وما بين من الرام تمام طيب بنوقف هنا عند ال power connection لانه بنعمل عليهم راقعة لاحقة الى هنا كان معاكم اخوكم ولا عصام فانحنا اليوم تكلمنا حول موضوع الميموري الرام وتكلمنا على موضوع الروم وتكلمنا على ال cpu والموديرن cpu جينيريشن الى هنا كان معاكم اخوكم ولا عصام شكركم على حسن الاستماع وطيب الله وقاتكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا